أما الآن مشاهدين التعليق الصوتي أو الفويس أوفر هو أسلوب روائي يتم فيه بحاول قد ما أقدر يتم فيه توظيف الصوت في الإذاعة والإنتاج التلفزيوني صناعة الأفلام والمسرح كرة القدم أو العروض الأخرى وهو فن يحتاج تدريب ومهارة وصبر ترى نحين كل الكلام اللي قلت فيه شخص جدا راح ينتبه أنا عارف أنا عشان كده أزبط نفسي إحنا اليوم راح نصديف وائل حبال الصوت العربي لخلاءة جوجل اللي يمتلك خبرة ما شاء الله تبارك الله تزيد على 16 سنة في مجال تدريب الصوت والتعليق الصوتي عشان يعطينا كده تجربتها وهو زميل عزيز موجوده ويانا هنا في قناة MBC ومجموعة MBC صباح الخير صباح نور صهر نيل غالي بس كيف تقيم ممتاز يعني هاي الكحة ضرورية أول شي لنسلك الأمور بس ممتاز أول شي كتير ظريف أنه يكون واحد ضيف في بيته وبين أسرته وأهله أكيد فأشكركم بداية على اللقاء أي بلعشان كنتموضي في أنت رعي مكان في النهاية ويمكن أحنا حابين اليوم يعني نسلط الضوء على أهمية التعليق الصوتي وقلت إيش لازم نركز عليه يمكن في مدارس الإعلام في المدارس في الجامعات أكيد لكن أنت قل لنا إيش الهدف منه كيف نقدر ندرسه كيف نقدر نطوره حتى أكثر هلأ أول شي التعليق الصوتي هو فن مثل سائر الفنون في الغرب صاروا ياخدوا أوسكارات يترشحوا لجوائز أوسكر عن أفلام الأنيميشن أصوات غير معروفة بس تؤدي بصوتها فقط نحن لساته في عالمنا العربي خجول جدا يعني كمواهب مخفية ما منقدر كتير يعني في عنا دائما خجل أنه أنا والله ما أحب صوتي أنا دائما في التدريبات وكذا أول سؤال بيسأله للمتدربين مين بيحب صوته خجولين اللي بيرفعوا أيده بيقول أنا بحب صوتي معظمنا بيقول أنا ما بحب صوتي صح خصوصي لما نستخدم تطبيقات الهاتف نسمع حالنا موجددة بنقول شو هالصوت حتى أنا نفسي شخصيا أحيانا ليش لأنه هو الهاتف إمكانياته محدودة جدا فبتضغط الصوت فبالتالي أنت بتصير عندك شك بنفسك أنه أنا صوتي ليش كطالع بس هو صوتك لكن لما نستخدم أجهزة صحيحة لما نعطي الصوت مساحته حجمه بيطلع الصوت الحقيقي أنتم كألاميين مثلا تستخدمون عشرة إلى خمسة عش بالمية من صوتكم عبر كل مسيرتكم الصوت مجالاته أكبر من هيك أحيانا نطلع بطبقات مننزل بطبقات منقول نحنا هل قادرين أنه نؤدي بهذه الطبقات هنا صحيح بس يعني وقل الأمانة لما نتحدثين نتكلم تحت الهواء في ناس كثيرين يعني ما يعرفونك شخصيا لكنك سببت لهم مشاكل كثيرة صحيح أنا أعترف وفي ناس يحبونك كثير بلا شك ليش؟ لأنك كنت ما شاء الله الصوت الرسمي لخرائط جوجل هنا في العالم العربي شو رايك في البداية بس كذا تعطينا بوعشر ثواني ولا نص دقيقة كذا تعطينا النعطف إلى اليمين الاتجاه مباشرة نحو صباح الخير يا عرب أمامك منعطف الاتجاه مباشرة إلى هلا عياش يعني نحن ما شاء الله مساحة الستوديو معروفة صارت ما تباعد للكون عليها طب وائل أنت ذكرت أنه إحنا كإعلاميين نستخدم عشر إلى خمسة عشر في المية صحيح هل يقتصر التعليق الصوتي بس على الإعلاميين؟ لا التعليق الصوتي صار في كل مكان اقترنا بالتكنولوجيا أنت تسمعين صوتي وصوت زملائي في المتحف في المطارات في المترو أحيانا أنا أرشدك في المتاحف أنه هذا العمل كذا وهذا في المغال العربية والإنجليزية هذا كله فويس أوفر تسمع صوتي في الطريق تسمع صوت زملائي في وسائل النقل إذا نحن طلعنا من هذا ما عند إعلام صار عالم كبير له علاقة بكل شيء في الحياة بتكنولوجيا سؤال جدا مهم اللي ما يحب صوته هل يقدر يجمل صوته هل فيه تولز ممثلا معين أنه أكثر أحلي صوته جميل جدا لا يوجد صوت بشري غير قادر على الأداء الصوتي لا يوجد صوت بشري غير جميل كل يعتنا بالتدريب الصوت بنهاية هي عضلة الحنجرة والحبال الصوتي هي بنهاية عضلات بتشده بترخي وإلى تمارينة وإلى تدريبة لا يوجد صوت عنده أي حجة أو أي إنسان عنده الشغف وعنده حجة أنه صوتي غير جميل مين قال لك نصوتك غير جميل بإمكانك مثل اللي بيقلك أنا مثلا جسمي مستحيل يصير رياضي إذا عبت شفيت رياضة بتصير رياضي فهي هي البساطة بها البساطة بسؤال فيه كثير من الناس مثلا الدورات التي تتويها إن شاء الله دورات جميلة جدا كثير من الناس يقولون أنه فقط الإعلميين والإعلميات اللي هم مفروض أن يحضرون وهو كلام غير صحيح ميولي لأنه حرفيا الآن كثير من المدراء كثير من الموظفين أحسن كثير حتى من رؤساء الدول اللي لما يطلعون يقولون خطبات ما وصل لعندي رؤساء الدول بس إن شاء الله في المستقبل أنا وصل لعندي أئمة مساجد صراحة أحد الأئمة اللي أنا بيرجف صوتي في خطبة الجمعة لما أرى العيون عم تطلع فيه فبصير عنده فقدرنا نتخطى جاني محامي لما يترافع في قضايا في المحكمة كمان بيرجف الصوت بصير غير مقنع فكمان ندرب صوته هذا التدريب أو هذا مهنة التعليق الصوتي ليست فقط للإعلاميين حتى النجار حتى أي إنسان بيمتهن أي مهنة يدوية عنده الصوت بيقدر يمارسها بس أهم شيء يجب أنه يتقن اللغة لنحن البرودكت الأساسي تبعنا المنتج الأساسي تبعنا هو اللغة العربية إذا ما عندك هذا أساسيات هذه اللغة بدك تدرب حالك على اللغة ما عملك لا أي أساسيات وائل كلنا نتكلم عربي أساسيات اللغة العربية بأنك تنفذي عمل لأننا دائما أنا لليوم عندي مدقق لغوي يعني لا أستطيع ننفذ عمل إعلاني مهم إلا ما يكون معي على الخط أنه هاي الجملة كيف تحس أنا جزء متأكد منه 100% بأخذ رأيي مدقق لغوي موجودين يعني أساذة موجودين تقدر تستخدميهم وتستفيد منهم رائع فما في أي حج لأي إنسان حتى لو شوي ضعيف باللغة بيقدر يطور بنفسه بيتأدم يعني أهم شي الشغف والإرادة بتخلي شركات كبرى في العالم هي تطلبك هي تدور عليك أد ما أنت بعد إيميلات وحاولت مع فلان وعلتها أبدا أثبت موهبتك أعرضها بالطريقة المناسبة والشركات ستنهال عليك إن شاء الله شونك شف نفسك نزين وائلند شون كانت البداية والله يليك لأ لك شغلي أنا دائما بنقول التعليق الصوتي غير موجود في العالم العرب فلازم صدفة هي تطلعه فكنت في أحد المحطات اللي كنت أعمل فيها قبل MBC عم نضبط مجموعة صوتية متكاملة رائعة كانت فعم جرب حالي بالنزار قباني أنا من عشاق الشعر والكذا فسجلت نزار قباني فعلت الصوت قاعد عم بسمع المايكروفون حدود المايك أبعاده فبمر مدير المحطة هو كان من جنوب أفريقيا لا يفهم بلغة عربي فقال لي هذا الصوت قلت له قل لي أنت يكون المحطة ماشاء الله ماشاء الله فمن هذه اللحظة سعيت في مناكبها خلص أخذت هذا الخط بما أنه كانت كثير اعتماد كبير من هذا الشخص وهو كثير فهمان في هذا المجال طب وائل احنا تكلمنا كثيرا عن الصوت وتدريب الصوت لكن ايش علاقتها بالأداء يمكن واحد أداءه جدا رائع بالصوته كمان سؤال كثير ممتاز هذا يعتمد على الشخصية الصوتية يعني نحنا عوامل الأساسية لتكوين المعلق الصوتي أو الفويس أوفر هي أول شي الصوت أن يكون قادر على الأداء الصوتي اللغة اللي هي البرودكت تبعنا والشخصية الصوتية هون بقى بلعب دور الأداء قدش فيك تضيف من مشاعرك ومن شخصيتك في النص التي تقرأينه هون أنت تتميز عن الآخرين رائع وهون بتلعب فيها قرأت رواية تقمصت شخصها قرأت قصيدة أخذت دور الشاعر لما يغازل الحبيبة والمحبوبة فأدما عشت في هذا الدور أدما اكتملت شخصيتك الصوتية ومن نفس الوقت صرت تقدري تأدي في مكان آخر أنت شحنت نفسك بشخص بين اللغة ورحتي بشخصيتك تفردت فهون التميز تعرفة وائل أنا أتذكر كان عندي سنة الفاتتة MBC كان يبغني أسجل الفويس أوفر لشوية من برامج أفكر أنا كمان أبديت أعجابي بصوتك ولليوم وعلى هواء ما شاء الله صوتك أنت عريض للفويس أوفر بسلم والله وائل بس أنا موضوع الأداء لسه أبغى أشتغل عليه كيف أقدر أضيف مشاعري من غير شيء للتوتر على جنب لأن التوتر أوقاتي أغلب لكن لما جيت أسجل الفويس أوفر أحس أنه كان عادي مثل تلفزيون بس هو قال لي لا أنسي التلفزيون ومثلي كيف أمثل صوت قال لي لا لازم أنه أنت تسمع الإعلان تسمع كيف هو مثلا دراما ولا كوميدي ولا مخيف مثلا وتمثلي على أساسها كان مرة شغل صعب على فكرة التعليق الصوتي هو الرسم بالصوت أنك فيك ترسمي خطوط بالأقلم الرصاص وفيك تتعبيها ألوان يعني مثل ما نقول صباح الخير يا عرب أهلا بكم في برنامج صباح الخير يا عرب فيك ترسميها بالألم الرصاص أو فيك تضيفي عليها بعض الألوان حسب أنت شخصيتك الصوتية وين بتروح وهي هي الفكرة بعد أن الصوت يجذب سبحان الله حتى في الإعلانات الراديو فيه أشياء مثلا خصطف في الراديو مزعج مرة وفيه أشياء لأتي تسمع بس من مجرد الصوت والأداء وهم دائما يقولون أن في كثير من الأحيان إقناع الإنسان لشخص آخر بناء على شغلتين مهمتين جدا اللي هي ثقة في نفسها ثقة الإنسان في نفسها وصوتها حتى لو كانت معلوماتها مش ذاك الزود صحيح إذا اجتمعت هالشغلتين هذي يقدرني يقنع الناس حتى لو كانت فكرتها ركيكة طيب حكم الشعر بيت اللي قادر يوصل ثقته بنفسه عبر صوته هو هذا الناجح حتى لو ما كان متأكد من معلومته يعني أنت واثق بنفسك لكن صوتك رجف فوقعت صحيح الجسر بين الثقة بنفس والصوت هون اللي نحن لازم نلعب عليه ونشتغل عليها طبعا مع معلومات مؤكدة وليس بالمثال وأعتقد التدريب كمان أهم شيء وائل خاصة للي عنده خطاب فكرة أنه دائما يتدرب عشان لو توتر شوية في العقل الباطن خلاص مخزون أنا كثير أكد بهذه النقطة أنه يجب أن تدرس مادة التعليق الصوتي في الجامعات وكليات الأعلام ياريت والله في كليات الأعلام أنا محن لوم أو نأتب هذا شيء عالمي لأنه للأسف تدرس الصورة تدرس الشكل المكياج وكذا مع احترام للسيدات ومن يحب المكياج لكن نحن كمان ننمكيج صوتنا شوي من نشتغل عليه شوي يا سلام فها هي الفكرة خلينا نشتغل على الصوت 50% صوت 50% صورة تميل جدا شكرا يا وائل